من يهرب اليوم من مسلس الهبوط يصديف فريق الإسماعيلي نظيره المؤولين العرب اليوم الجمعة في تمام الساعة السبع مساء على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز واسعى فريق الإسماعيلي بقيادة مديره الفني حمزة جمل لاستعادة نغمة الانتصارات أمام المؤولين العرب وتحسين وضع الفريق في جدوى المسابقة الدوري حيث كان الإسماعيلي قد خسر أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من بطولة الدوري الممتاز وافقد الإسماعيلي خدمات كل من عماد حمدي ومحمود عبد العاطي دونجة وحسن يسين والجزائر محمد بن خماسة لتعرضهم لإصالات مختلفة وعلى جانب آخر يطمع فريق المؤولين العرب بقادة مدربه محمد عودة في خطف السلاسة نقاط من الدرويش للهروب من دوامة الهبوط حيث لما تزوق فريق المؤولين العرب طعم الفوز في مسبقة الدوري المصري آخر ثلاث مباراة حيث تعادل مع إستر ناكامباني واحد واحد ومع انبي اتنين اتنين بينما خسر أمام طلاع الجيش بهدف دون رد ويحتل فريق المؤولين العرب المركز الخامس عشر في مسبقة الدوري المصري برصيد 18 نقطة وبفارق الأهداف عن الإسماعيلي صاحب المركز السادس عشر فقط والفائز اليوم ستحسن موقفه بشدة في جدول مسبقة الدوري أما الخاسر فسيصبح موقفه أكثر صعوبة للإفلات من مسلس الهبوط اشتركوا في القناة